اشتركوا في القناة انطلاق اشغال القمة العادية الرابعة عشر لمنظمة الايجاد وذلك في جيوتي وتعديدا في كامبسكي خطر اخلاء القصري يتهدد المئات من الفلسطينيين الشرقي القدس المحتلة تلكم كانت مقدمة نشرح ولكم تفاصيلها من تليفزيون جيوتي اهلا بكم رحبت جمهورية جيوتي صباح اليوم الاثنين بقادة ورؤساء الدول العضاء في منظمة فيه الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الايجاد في جيوتي ولدى وصول قادة المنطقة الى فندق كانبسكي بلاس استقبل من قبله فقامة رئيس الجمهورية اسيس معلوم الاثنين الرابعة عشر لمنظمة الايجاد وعقب وصول فقامة رئيس الجمهورية اسيس معلوم الاثنين إلى فندق كانبسكي انطلقت الدولة الرابعة عشر للقمة العادية للايجاد بحضور العديد من كبال المسؤولين بمن فيهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الافريقي ومبعوث الاتحاد الأوروبي هذا واحتضن فندق كانبسكي بلاس صباح اليوم الاثنين القمة العادية الرابعة عشر للهيئة الحكومية للتنمية الايجاد بمشاركة قادتي ورواسائي حكومات دول العضاء في المنظمة بالإضافة لرواسائي الدول وحكومات الاعضاء وانعقدت هذه القمة بحضور العديد من كبال المسؤولين يمثل انعقاد القمة العادية الرابعة عشر لمنظمة الايجاد في جوة تعبيرا عن الإرادة السياسية التي حشدتها دول مجموعة الايجاد لإصلاح وتفعيل منظمتها الاقليمية للاستجابة للتحديات التي توجهها كما أن هذا الاجتماع لعائلة الايجاد يتيح الفرصة لمعالجة المسائل العاجلة لأسيما التطورات الحالية في المنطقة كما تمثل القمة فرصة للتداول بشأن القضايا المستجدة في إقليمنا وموصلة الحوار حول إدارة التحديات السياسية في منطقتنا والاستماع إلى آخر المستجدات وستوفر فرصة للدول العضاء في إيقادة لمراجعة التقدم المحرز في معالجة هذه القضايا ومناقشة الاستراتيجيات الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ومن المتوقع عن التركز وركزت القمة والمناقشات على صبل تعزيز التعاون بين الدول العضاء وتعزيز التكامل الإقليمي إضافة إلى تعزيز السلام والاستقرار ونمو الاقتصادي والتنمية الإجتماعية وفي كلمة للأمين التنفيذي لمنظمة الإيقاد سيد وركاني جبيهو في هذه القمة العادية الرابعة عشر للإيقاد قدم في مستهلها أسماء آيات الشكر والتقدير لفقامة رئيس الجمهورية السيد اسمائلون برقيل لإصطافة جبوت هذا الحدث الكبير نطابع وفي كلمة للأمين التنفيذي لمنظمة إيقاد سيد وركاني جبيهو في هذه القمة العادية الرابعة عشر للإيقاد قدم في مستهلها أسماء الآيات الشكر والتقدير لفقامة الرئيس الجمهورية اسمان عمرقلي لاستضافة جبوت هذا الحدث الكبير والمؤتمر العادي الرابع عشر لرؤساء دول الحكومات إيقاد وقال لقد كان التزامكم بتعاون إقليمي والوحدة دورا أساسيا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقتنا بعد أسبوعين من الآن سيحتفل بلدكم المضيف بالذكرى السادسة والأربعين للاستقلال ويشرفني أن أدعو جميعا لتهنئة مقدما إلى رئيس الجمهورية اسمان عمرقلي حكومة وشعب الجيبوت في هذه المناسبة البالغة الأهمية كما أعرب عن خالص الشكر لرئيسنا جمهورية السودان وكذلك جميع رؤساء دول الحكومات الحاضر المتحدثين هنا اليوم مع تقدير الخاص لسعادة الدكتور وليام ساما ويروتو رئيس جمهورية كينيا وسعادة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس الجمهورية السومال الفدرالية الذين سيلقون خطابهم الأول في الجمعية العادية لرؤساء الدول والحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتنمية إن وجودكم هنا يؤكد الهمية التي توليها لنا التنظيم الإقليمي وجهودنا الجماعية نحو تكامل الإقليمي حول السلام والأمن كما أقدم تهاني إلى رئيس جمهورية أغاندا الذي يتعافى بلاده سريعا من كوفيد والذي لا يزال يمثل تهديدنا لنا جميعا إن حضوركم في هذه القمة هو مهم ونحن نتطلع إلى مواصلة المشاركة والدعم قريبا وفي كلمة له نوها رئيس الاتحاد الإفريقي سيد موسى فكي لأن القمة العادية لمنظمة الإيقات تأتي لبحته مختلف في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة وملفات الساعة من بينها الوضع في المنطقة وعلى رأسها منقشة التطورات الوضع في السودان والحفاظ على السلام والأمن في دول العضاء والبقاية من الكوارث الطبيعية والتهديات الإنسانية وقال رئيس الاتحاد الإفريقي أصحاب الفخامة والسعادة إن الآثار الشديدة لأزمة العنف التي تجتع السودان الشقيقة ونتائج الخطيرة التي تشكلها لوجود هذا البلد والمنطقة كلها واضحة يتفق جميع المحللين على أنه إذا لم تنتياد الحرب على الفوض فستستمر الحرب الأهلية وستعم الفوضى وستنهر الدولة السودانية بالكامل لذا فإنني أدعو إلى الوحدة الكاملة بين المنظمات الإقليمية والقارية وبين الاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول لهذه الأزمة هذا هو واجب التخفيف من التدقل الأجنبي وهو الشرط الذي لغن عنه لتعبعة الشركائنا والتزامهم بهذا المبدأ الأساسي لإيجاد حلول إفريقية للأزمة السودانية من جانبها أشارت نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمتحدثة باسم المنظمة إلى أن هذه القمة تكتسي أهمية بالغة نظرا إلى أنها تأتي في وقت حارج حيث تحاصل دول الإيجاد مجموعة كبيرة من التحديات والتهديدات تملي على قادتها التحرك العاجل والجمعي لمواجهة هذه التحديات والتهديدات ومن المؤمل أن تتمخض هذه القمة التي تصدفها جوتي عن العديد من القرارات التي تستجيب للتحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة وفي مقدمتها تطورات الدراماتيكية في السودان الشقيق وقالت أن عقد هذه القمة في هذا الوقت الصعب هو دليل آخر على التزام إيجاد بمواجهة تحديات هذه المنطقة وأود أن نكرر التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم جهود إيجاد في هذا السدد يشكل تطور الوضع في جمهورية السودان مزدر قلق بالغ للأمم المتحدة كما هو الحال بالنسبة لجميع المشاركين في هذه القمة والصراع المستمر يعيث فسادا في البلد بأسره وكذلك على أجيران السودان نرد جميعنا المساهمة بشكل بناء في سكاة البنادق حيث أن المدنيين يتحملون وطأة هذا الصراع وتأثيره الإنساني المذهل ولن يتم حل هذا الصراع بمزيد من القتال ومن المهم اتخاذ خطوات حازمة عن طريق السلام للحصول على وقف دائم لإطلاق النار ويعد وقف الأعمال العدائية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ودعم المدنيين ونتطلع إلى استناف الحوار السياسي لإنهاء حالة الصراع والإطراب في السودان من جانبه ألقى نائب رئيس المجلس السيادي لانتقالي السوداني الجنر الملك عقار كلمة تناول فيها أن منطقتنا شيدت من أسوأ موجة جفاف منذ أربع عاما نتابع أصحاب السعادة السيدات والسادة يطيح لنا اجتماع اليوم فرصة لتقييم جهودنا وإنجازاتنا لقد أحرزنا تقدم كبيرا في الاستجابة لتحديات الأمنية العديدة التي تؤثر على دولنا ومواطنين لا تزال عواقب جاحت كوفي 19 محسوسة في حياة الناس وسبل عيشهم وفي الانتعاش الاقتصادي في سياق ارتفاع معدلات تضخم التي جعلت أسعار المواد الغدائية الأساسية بعيدة عن متناول السكان الضعفة لا يزال الأمن الغداء مزدر قلق المشترك وليس فقط هنا في منطقتنا ولكن في جميع أنحاء العالم أصحاب السعادة السيدات والسادة تشهد منطقتنا حاليا من أسوء موجة جفاف منذ أربعين عاما وقد أظهرت أنماط الطقس الأخيرة أنه بعد الجفاف الشديد هناك فئضانات واسعة النطاق تؤدي إلى نزوح مواطنين وتفاقم حالة الأمن الغدائي في بلداننا لذلك أدعوكم جميعا للعمل معا لاستجابة إلى الوضع الحالي مع استمراري في إيجاد حلول تحديات مزمنة للجفاف وانعدام الأمن الغدائي التي أصبحت تحدد منطقتنا أصحاب السعادة الإخوة الأعزة أخيرا أدعو الدول الأعضاء وشركائنا والمجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمهم لجميع الجهود التي يبذلها إيقادة لسالح السلام والتنمية وتكامل الإغليمي من أجل تحقيق السلام دائم وإيجاد حلول دائمة لشعوبنا أشكر جميعا رؤساء الدول وشركائنا متعددي لجنسيات ولسيما الاتحاد الأفريقي والمتحدة والاتحاد الأوروبي ودولي التعاون الخليجي الذين قدموا التزامات ذات مغزى وقدموا مساهمات ملموسة بدعم السياسي ودبلوماسي ومادي لإيجاد حلول حقيقية لتحديات التي نواجهها في المنطقة بدوره رحبى فخامة رئيس الجمهورية سيس معلوم رقلي برؤساء وقادة دول وحكومات اللي هي الحكومية الدولية المعنية بالتنمية المشاركين في القمة الرابعة عشر لإيجاد نطابعه بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله أكسلنسيز أهدس of states and government أكسلنسيز منيسر أهدس of delegations كميشنر for peace and security Mr. Special Representative of the Secretary General of the United Nation اسمحوا لي مرة أخرى أن أرحب بكم ترحيبا حارا وأخويا في جبتي بمناسبة القمة العادية الرابعة عشر للرؤساء الدولي وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد كما أود أن أعرب عن خالص الشكر لأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تحت قيادة أمين التنفيذي دورتور ورغني جبيو وجميع الذين عملوا بلا كلل لمساهمة في عقد هذه القمة أقتنموا هذه الفرصة لأهنئ دورتور ورغني على إسلاحاته الجادة والضموحة التي تم إجراؤها ولسيما استراتيجية الإقليمية للهيئة في عام 2021-2025 أما في جانب المعاهدة نرحب بإدخال معاهدة إيجاد الجديدة التي تعزز هيكل منظمتنا وهي النتيجة لعملية طويلة وطرورية تم اتلاع بها لتعكس تطلعاتنا المشتركة يسعدني أن أرى أن توجيهات السادرة خلال القمة العادية الأخيرة لإيجاد في عام 2019 قد تمت مطابعتها وألاحظ بارتياح أن المعاهدة المقدمة إلينا توفر للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إداراً قانونياً قادراً على دعم إجهود دول الأعطاء واستجابة الطموحة لتحديات علاوة على ذلك فإن الممنى هو الذي سيضمن الآذاء المؤسسي المناسب لمنطمتنا ويسلد الطوة على الممارسات الجيدة ويعد دورة جديدة من التعاون بين بلداننا كما أود أن أشتر الخبراء من البلدان الأعطاء وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على عملهم وأعلن أنني أؤيد اعتماده الوضع الإغليمي في سودان سيد الرئيس إننا نشعر بقلق بالق إذا أتدهور الحالة في السودان قامت منظمتنا منذ بداية النزاع بتشريل اللجنة ثلاثية متلفة عن زيارة إلى الخرطوم للتفاوط على وقف إطلاق النار وحس الأضراف على العودة إلى الطاولة المفاوضات كنا في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقتنا وبهذا الروح عمل الرئيس جمهورية جنوب السودان السيد سلفاتير ميرديد بلا كلل لمطابعة وسادته من خلال سلسلة من التفاوضات ومناقشات مع الأضراف اليوم على هامش هذه القمة الرئيس سلفاتير سيقدم لكم تقريرا عن مناقشتنا في هذا المجال أما في جانب السلام والأمن الإقليمي والوضع الإنساني سيد الرئيس إن بؤر التوتر سوى بين دول أو داخل الدولة تضخ عدم الاستقرار وانقسام وتعرقل مصيرتنا النحو التقدم من التحديات الرئيسية التي تواجه قضية النزاعات الحدودية كما أن ندرة الموارد الطبيعة التي تؤدي بشكل متزايد إلى تشريد السكان تؤدي أيضا إلى زيادة توطرات المجتمعية نرحب بدور الرائد الذي تلعبه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في حل النزاعات والوساطة ونشدد على الدور الأساسي لإدارة النزاعات والآليات الوساطة لذلك يجب أن نشجع ونساعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشكل أكبر حتى تتمكن من آذاء دورها كميصير ووسيد بشكل كامل لذلك يجب علينا أن نعمل بلا كلل من أجل تعزيز البنيات التحتية للسلام المسؤولة عن إدارة النزاعات والأزمات المحلية من ناحية ومن ناحية أخرى مواصلة تعزيز الحلول المنبثقة من تقاليدنا المحلية وقيمنا القائم على الاحترام المتبادل والمشاركة تتيح لهذه النقطة العودة أخيرة إلى وضع الإنساني تتأثر منضقة الإيجاد بشكل منتضم بكوارث طبيعية مثل الجثاف والفيطانات التي لها عواقب وخيمة على حياة السكان المحليين بما يتسبب في تدمير البنيات التحتية وخسائر في الأرواح وتسبب أيضا التوترات بين المجتمعات في مواجهة هذه التحديات من الضروري وضع أنظمة إنذار مبكر فعال تمكن المجتمعات من استعداد للتهيئ الوشيكة بإدافة إلى ذلك ينبقي استثمار في البنيات التحتية مثل أنظمة الري والسدود والملاجي في حالات الطوارئ لحد من تأثير التوارث الطبيعية إدافة إلى ذلك يجب الاعتماد النهج الشامل يأخذ في الاعتبار ليست فقط البعد الإنساني لكن أيضا التنمية المستدامة من خلال استثمار في البرنامج الحد من المخادر كوارث وتعزيز القدرات المحلية وتنويع السبل العيش لإعداد المجتمعات لمواجهة تحديات المستقبل لمكافحة أيضا هذه التواهر وطاعة الجبوتية العديدة من البرنامج وإستراتيجيات في المجال الأمن القدائي ولسيما تعبية المياه السطحية ومنح مزارعين بذورة وإنشاء أعمال زراعية وأيضا حفر 170 بئر في جميع أنحاء البلاد وأخيرا أنشأنا صندوق التضام الوطني الذي تتلقى من خلاله الفئات الطعيفة القداء والدواء بالانتدام في جميع أنحاء البلاد تلبية احتياجاتهم الأساسية وفي إطار هذه القمة اجتمع فخامة رئيس الجمهورية سيسماعيل المرقلي بقادة ورواساء الدول العضاف وهي الحكومية للتنمية لقد والذين اشاركوا في أشغال القمة الاعتيادية الرابعة عشر وضم هذا اللقاء كل من رئيس الوزراء الاثوبية ورئيس جنوب السودان إلى جانب رئيس كينيا وناقشت القادة خلال هذا اللقاء القصير الوضع المقلغ في السودان وذلك في ظل استمرار المواجهات التي تتسببت في نزول عداد هائلة من السكان وتدمير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد وشارك في هذا اللقاء أيضا الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية لقد ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي على هامش القمة الرابعة عشر للرؤساء الدولي وحكومات دول العضافي لقد شارك خامة رئيس الجمهورية في اجتماع ثلاثي الأطراف ضم جيبوتي وكينيا وجنوب السودان حول الأزمة السودانية وشارك في هذا الاجتماع رئيس كينيا وليام روتو ورئيس جنوب السودان أسيس الفاكير وكذلك الأمين التنفيذي للإيقاد ورئيس لجنة الوساطة لدى الإيقاد للأزمة السودانية وشكلت الأزمة السودانية المحور الأهم خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم ونوقشت باستفادة تدعيات الأزمة الإنسانية التي سببتها النزاعات في السودان على أهم شيء هذه القمة الرابعة عشر وهي الحكومية الدولية المعنية بالتنمية اللي قاد استقبل فخامة رئيس الجمهورية أسيس معلومة قلي صباح اليوم بنائب رئيس مجلس السيادة السوداني أسيد مالك عقار وتم خلال اللقاء سعراض التطورات الأخيرة في الساحة السودانية في ذل استمرار الحرب الذي أدت إلى إجلال الرعاية الأجانب من السودان فضلا عن نزع عداد كبير من المواطنين وفي غضون هذه المقابلة عرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن شهادته بالجود التي تبذلها القيادة الجيبوتين ممثلة برئيس الجمهورية أسيس معلومة قلي في إطار منظمة الإيقاد من أجل وضع حد لقتال الدائر في السودان من جهته شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف الحرب والحلولة دون تفاق من أوضاع الإنسانية هناك وتجد الإشارة العنالية الحكومية للتنمية إيقاد كانت قد أعلنت إفادة في شهر إبريل المنصر تقليف من رئيس الجمهورية أسيس معلومة قلي الذي ريه في كل من كينيا رئيس بيليام بروتو وجنوب السودان السيد سير فاكر في وقف إطلاق النار أو للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان توجهت لجنة تسليم المهام وسلطة التابعة لوزارة على هم شهاد القمة الرابعة عشر للهيئة الحكومية الدولية من عين بالتنمية يستقبل رئيس الجمهورية أو إلى محافظة دخل توجهت لجنة تسليم المهام وسلطة التابعة لوزارة الداخلية اليوم إلى منطقة الوحدة دخل للإشراف على تسليم سلطة بين الوالي مدتي وولايته السيد آدم أردار المصر والمحافظة الجديد السيد حسن عبد روبل رئيسا جديدا لمنطقة دخل وقد سبق حفل التسليم مناسبة مكرسة للترحيب بالوالي الجديد من المجتمع القاتل في دخل بكل شرائه وذلك ماما صاحة الاستقلال من ناحية لتحيية الوالي المتيول سيد آدم ررال المصر وتمنيات له بالتوفيق في مهم الجديد ومن ناحية أخرى للترحيب بالمحافظة الجديدة حسن عبد روبل وفي نهاية الاستقبال الشعبوي باشرة الإجهات المعنية بالتوقيع على مستندات التبادل السلطة بين المحافظة الجديدة سيد حسن عبد روبل لمنطقة وحدة وشارك في هذه المناسة ومسؤولون عن مختلف الأقسام اللامركزية أو كذلك الأعيان والوجهة والطبقات المجتمع المدني الأخرى فيما يتعلق بهذا الاجتماع قام طرفان الجنب إلى جنب لقضع كعكة التي ترمز إلى الوحدة والاحترام المتبادل وشيدت فعالية تسليم مشاركة رئيس المجلس القليمي سيد ماد حسين أحمد ونائب المحافظ سيد يوسف علي ونائب رئيس المجلس القليمي سيد إبراهيم قورو ومديرها مختلف الخدمات اللامركزية موسيقى إلى محافظة علي صبيح توجه الوالي الجديد لمحافظة علي صبيح وحاكم أوبو خصاب قعد الملك محمد بنويتا يوم أمس إلى حاضرة منطقته الجديد على علي صبيح مع وفد رفع المستوى يتكون العديد من الشخصيات البارزة وذلك بهذا في تولي مهامه الجديد بعد عملية التصليم الرسمية مع زميله المنته ولاية موسى آدم جني ولدى وصوله إلى حاضرة علي الصبيح تلقى هو وفد المرافق له ترحيبا حارا من نذيره سيد موسى آدم جني الذي تم تعيينه خالفا له كمحافظ لمحافظة المنطقة أو لمحافظة أوبو خ كما شارك العديد من الشخصيات المهمة الأخرى في هذه المناسبة بما في ذلك رئيس المجلس الإقليمي سيش الماك حسن علالة والنائب عبد خير برح والنائب المحافظ عسيد عمر دين السوق وراساه مختلف الجهات المتمركزة في المنطقة والنساء والنساء والقاطنات إضافة لجمع غفير من المجتمع المدني والمواطنين وعقب ذلك توجه محافظة منطقة على السوق الجديد إلى مقر إقامة الجديد حيث يستقبل مرة أخرى بترحيب حار وحفاوة بالغة من قبل المسؤولين المحليين وذلك في صارة استقبال الكبار شخصيته وفي سياق متصل عقب وصول الوالي عبد الملك محمد بانويتا إلى حاضرة علي صبيح رحب به المسؤولون والعديد من السكان القاتلون في علي صبيح ومن جميع الفئات الاجتماعية رحبوا به بترحيب حار وحفاوة بالغة ومن ثم عقد الواليان اجتماعا لتبادل السلطة والمهام بحضور كبار المسؤولين من وزارة الداخلية بما في ذلك المستشارون الفنيون من هذه الدائرة وزارة الداخلية شيء هذا الحدث مشاركة نائب المحافظ ومساعد المحافظ في عالعدة ومساعده في هول هول ورؤساء الوحدات الامنية كالدرك الوطنية والشرطة الوطنية وموظفي الاقصام المدنية وقلاء المحافظة كما شارك في هذا الاجتماع رؤساء واقصام الدولة المركزية والعديد من عقال محافظة علي صبيح وخلال هذا الاجتماع قام الطرفان بالتوقيع على العديد من الرطايق المتعلقة بقوائم الموارد البشرية والمادية المختلفة في المنطقة ودع المحافظة المنتهي ولايته وخليفته إلى مسك زمام الأمور والجلوس على كرسي مكتبه وحث المحافظة السابقة سيد مساعدة بجانا المجتمع على دعم والمساعدة والتعاون بشكل فعال مع الوالد الجديد وعلن المحافظة الجديدة التي تولى منصيبه لتوى أن لديه نية حازمة لتحسين أوضاع المنطقة كما اشتهرت علي صبيح بالتضامن لجميع العمال الجماعية للمصالح المشتركة وانتهى حفل التسليم هذا بقضع كعكة واعتقاد الصورة التذكارية بين الوالد القديم لعلي صبيح والجديد السيدة أبد الملك محمد أبا نويتا ونبقى في محافظة علي صبيح حيث بدأت يوم أمس الأحد في ثانوية عاري وثانوية الصناعية امتحانات الشهادة الثانوية وذلك على غرار بقية المحافظات هذا وقام في وقت مبكر جدا من صبع عمس بالمفتش الإقليمي للتعليم سيد أحمد حمد إبراهيم والمحافظ مساعدة ميغان الرئيس المجلس الإقليمي سيد شرمال كمو حسن اللالة ومثل وزارة اللامركزية قاموا بجولة تفقدية في مراكز الامتحانات للوقوف عن قرب على حسن سير هذه الاقتبارات هذا ويوفر المجلس الإقليمي في منطقة علي صبيح بالتعاون الوثيق مع المحافظة الاستقبال والإقامة والطعام للطلاب المدارس الثانوية من القرى النائية أمثل هولهو على عد بعد تجوله في مراكز الامتحانات توجه الوفد إلى المطعم الذي يقدم ثلاثة وجبات للطلاب في أيام الاختبارات وواصل الوفد الزيارة التفاقدية حيث وقف عن قرب على موقع إقامة الطلاب حيث يتواجد المعلمون المكلفون بالإشراف على غرف الطلاب المتحانات وهما ثانوية عالي وثانوية الصناعية والتجارية الكائنة في علي صبيح هذا وقام وبدون رفع المستوى من وزارة التربية الوطنية وتقوين المهني بجولة تفاقدية لمركة امتحانات الشهاد الثانوي العام للعام الجاري للقوف على حسن سير هذه الامتحانات والإجراءات المتخذة لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات الخاضعين لهذه الاختبارات والذين يخوضون في امتحانات الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية وتلقى الوفد معلومات مفصلة حول حسن سير هذه الامتحانات والبيئة التي هيئت لاختبار الطلاب والطالبات في مرحلة في نهاية مرحلة الثانوية إلى محافظة الدخل على غرار بقية المناطق الداخلية والعاصمة بدأت طلاب وطالبات المرحلة الثانوية باختبارات ايجي تياس مرحلة الثانوية وجلت هذه الامتحانات في المراكز المخصصة لامتحانات الكائنة في الدخل حيث قام وبدو رفيع المستوى من الحاكمية ووزارة تربية الوطنية والتكوين المهني بجولة تفقدية واستطراعية لمراكز امتحانات ايجي تياس المرحلة الشهادة الثانوية العامة للعام الجاري للوقوف عن قربين على حسن صير هذه الامتحانات وفي مسأل زيارة تجول الوفد في قاعات الامتحانات والتقو بالمراقبين والمشرفين على هذه الامتحانات حيث استمع الوفد المزيد من المعلومات والشروح حول التحضيرات التي سبقت بإجراء هذه الاختبارات واتخذ الراسل الملاكز بدعم من موظفي الوزارة والمدارس والثانوية الترتيبات اللازمة لضمان حسن سير هذه الامتحانات ترجمة نانسي قنقر عزائنا للمشاهدين حان الآن موعد أذان سورة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة جبوت وضواحية أهلا بكم عزائنا للمشاهدين من جديد حيث نواصل ما تبقى من هذه النشرة وإلى محافظة تجورة على غرار بقية المناطق الداخلية والعاصمة انطلقت يوم أمس الأحد 11 من يونيو الجاري في محافظة تجورة امتحانات الحصول على شهادة إتمام مرحلة الثانوية لموسم 2023 و2023 وجدت هذه الامتحانات في مركزين وخصصين للامتحانات وهما ثانوية التعليم العام ودرسة التجورة الفنية وخضع لهذه الامتحانات 304 طالب وطالبة من بينهم 246 يمتحنون للباكولوريا العام و58 للباكولوريا المهنية قام وبد الرفيع المستوى من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجولة انتفقدية لمراكز امتحانات الشهادة الثانوية العام للعام الجاري لوقف عن قرب على حسن صين هذه الامتحانات والإجراءات المتقد لتهيات الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات على غلال العاصمة وغيرها من المناطق الداخلية بدأت في منطقة أبوخ امتحانات الشهادة الثانوية العام المهنية لعام 2023 وذلك صباح عمس الأحد هذا وقام وفد برئاسة نائب المحافظ سيد محمد عوض ومكون من نائب رئيس المجلس الغليم سيد أحمد علي ومفتش لدائرة التعليم القليم سيد حمد علي ومثلي الوزارة المكلفة بالله منخز قاموا بزيارة إلى مراكز الامتحانات للوقوف عن قرب عامة عن صير هذه الامتحانات من جريمها أن أعضاء الوفد بدورهم جميع المسؤولين عن تظيم الباكالوريا في أبوخ على عملهم وأكيدين في الوقت ذاته دعمهم كامل لإنجاح هذه الامتحانات لإتمام المرحلة الثانوية وعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم باللا مركزية الامتحانات الشهادة الثانوية ولتها طلقتها وزارة تربية الوطنية والتكوين المهني بالتعاون مع وزارة المفوضة والمكلفة باللا مركزية والتي تسمح كما أكدوا للمرشحين والطلاب بأداء امتحانات الباكالوريا في الأقاليم وقيرا إلى محافظة أرتا حيث شهدته الأخرى بامتحانات الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية واجرت هذه الامتحانات في المراكز المخصصة لذلك في ثانوية أرتا حيث قام وفد من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووفد من الحاكمية بجولة تفقودية لمراكز الامتحانات الكائنة في أرتا في مسألة الزيارة تجول وفد في قاعة الامتحانات والتقوا بالمراقبين والمشرفين على هذه الامتحانات حيث استمعوا عن قرب المزيد من المعلومات المتعلقة بالتحضيرات التي سابقة إجراءات الاقتبارات لإتمام المرحلة الثانوية واتخذ رؤساء المراكز بالترتيبات اللازمة لضمان حسن صير هذه الامتحانات وقام وفد من وزارة التعليم التربية الوطنية والتكوين المهني والحاكمية بجولة تفقودية في مراكز الامتحانات الكائنة في أرتا إلى صاحة الدولية وإلى فلسطين حذرت منصقة الشؤون الإنسانية في العرض الفلسطينية المحتلة من أن خطر الإخلاء القصري يتعدد المئات من الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة وقالت المنصقة في تغريدة لها على تويتر قد يتم ضرد اثنين من كبار السن من عائلات سباللبن الفلسطينية من المزي الذي عاشوا فيه منذ عام ٢٠٩٤ في البلدة القديمة في القدس وضافت أن هذه الممارسة المدمرة غير المتوافقة مع القانون الدولي يجب أن تنتهي وحددت سلطات الاحتلال إسرائيلي يوم عمس الأحد 11 يونيو معيدا نهائيا لإخلاء عائلات سباللبن من بيتها لصالح المستوطنين إلى هنا عزائيلي المشاهدين تنتهي نشراتنا الإخبارية نشكركم على حسن الإصغاء والمتعبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة